موسيقى طيب يا شبابي فاتش نوتس سيكس بوينت وينتي از اوت فيلو شاسمه فيلو بايسيك تشامبين ابديز ثلاثة اربعة بلانسز وفيه كم تعديلة صراحة شكلها فلا والله اعلم بسط لما شفتها وتعديلات غريبة يمكن تغير الحاجات اللي في القناة طبعا وكثير بيستنوا اكيد ولا كثير مستأسين منه انو انا والله الشامبيين قدمه وعجيب من الكيت حقته صراحة فال بس ما نعرف فين رايوت رايحين بالتعديلات هاتي تعدي اول مرة يسوي حاجة كده مرة دراستيك غريبة يعني في كل حالات اي شباب فريدي قيمزا كده حينزلوا حينزلوا شرح مفصل عنه فتابعوا ان شاء الله هناك اول شي اش اش عشان حقه عارفين اي شباب الفترة اللي فاتت حتى بعد الباتش اللي فات واللي قبله الباتش ادوها شوية نير فات بس لسه ما زالت في القيم يعني وما طلعوها مرة من القيم ما زالت حبتين في القيم بس كانت من بداية السيزن الى الى الان هي من من يوم بدأ وهي من اقوى الموجودين عيب ايش او بالنسبة الريوت عيب ايش انو والله ايش يعني عندها استنوا عندها هذا في نفس الوقت لو احد جاها وان في وان تسوي دامج مو طبيعي فعادة عادة الريوت لما يصمموا شامبيون لما يصمموا دائما يحاولوا يخلوا في بالانس اذا كان يعني فيه سي سي وهذا اكثر يقللوا الدامج حقه حبتين واذا كان والله يدامج بيست ما عنده سي سي اا يقللوا السي سي حقه فاش كانت فيها الاثنين وكل مرة يسولها نرف برضو ما يعني ما بيعدلوا الموضوع هذا فالمرة هذه قال لك حنحل موضوع المشاكل حقتها وحنشوف ايش حنسوي اول شي بنفس الفكرة اللي قلنا عليها هم قالين انو والله ايش يعني حقت وهذا اكتر منها حق الدامج قالوا حنروح على الحق حقتها ونزودها سلو اه سوري نزودها سلو في بداية الجيم يعني الاحين هي انت عارفين حقتها اي اوتو تتسويها ولا يبني تتسويها تسوي عليك سلو السلو هذا يفرق من بداية الجيم اللي هانات الجيم خمسة في المئة لخمسة وعشرين خلوه دا حين بداية الجيم عشرة في المئة ونهاية الجيم نقصو بس بس زودوا حاجة ثانية ازاي الاحين لو جارت يصير سلو تلاتة ضعف اوكي فلو انت مثلا في لفل تمنتاش والسلو حقك عشرين في المئة بقول لو جبت واحد هيصير سلو عليك سبتين في المئة تمام وبعد كده السلو يسير له ديكيش يعني ديكين طبعا هو اول ما جيك اول ما يضربك الضربة يجيك سلو بعدين سلو يبدأ ايه دا ايه دا انقص يعني انقص اول على على فترة السلو الكاملة دا حين انقص على نصف فترة الفلو بكل حالات حيجيك السلو اذا كانت متربل بعدين يبدأ انقص بعد بعد نصف الفترة هكي السلو بعدين يدى انقص طبيعي الاش دايما تبني كرت فما عندك مشكلة وبعدين السلو هي من اول هي بتروح كرت يعني ما ما كان يفرق بس بس لحين الكرت يستفيد منه اكتر بكل البساطة بعد كده راحوا على الكيو وغيروا فيها حاجة صراحة يعني حاجة احلم حاجة من احلى الحاجات اللي موجودة في الكيو حاليا انه الكيو تسوي الريسات الانوميشن كانسل كمبليتلي ايش يعني تسوي الريسات الانوميشن كانسل يعني بتضرب اوتو اتاك من يوم ما تسوي كيو على طول تضرب الكيو تكنسل الحركة اليد حقة اش وتضرب اوتو اتاك على طول بعدين تضرب الكيو بعدين اوتو اتاك بعدها فيش كلنا سوي دائما تسوي اوتو اتاك بعدين كيو بسرعة بعدين اوتو اتاك ثانيا فحاليا مو شاهدوا الانوميشن كانسل حق الكيو خفضوا يعني اول كان لو حركة اليد مثلا كده نختار حركة اليد حقها بعد ما تسوي اوتو اتاك ثانية لو تسوي Q تكنسل على طول الثانية هذي وتبدأ تضربة ضربة حقت الكيو ده حين لا خلوها بعد أربعين بجزء من الثانية مثلا أنا قلت هي ما تاخد ثانية بس هي لو باعتباط اعتباط نقولنا هي تاخد ثانية عاريا أول كانت تقدير تشيرها على طول من يوم تضغط الكيو تفكها ده حين لا لو سويت الأوتو أتاك بعدين بدأت حركة يدها على أساس تبدأ الأوتو أتاك اللي بعدها لو سويت الكيو فيه أربعين في المية ديلي لو هي كانت ثانية هنصير أربع أجزاء من الثانية أو الأربعين في المية جزء من الثانية بعدين تقدر تسوي الأوتو أتاك اللي بعدها وفي نفس الوقت نقصوا الدامج حقها فسووا نيرف على الدامج حق الكيو ونقصوا زودوا التايم زودوا الوقت اللي هي تاخدوا عشان تسوي أنيميشن كانسل وهذا نيرف مرة كبير مرة 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 كبير لا لا اللي يستهين بالأنيميشن كانسل نيرف هذا ما حيشوف وكتيش يأثر الدامج حقها يعني هذا معناه فيه أوتو أتاك زيادة ضاعت أوكي أول كانت تقريبا تسوي أوتو أتاك زيادة وإذا أوتو أتاك زيادة بما لو الأيدي يحققك مية أنت فيه مية دامج راحت في الثانية زيادة بس عشان التأخير هذا وحنشوف إيش هاتثر عليها في الجيم بعد كده عندنا شوغاث شوغاث التأديرات هذه أظنوا بس يحاولوا يخلوا ناس تلعب فيه في الجيم طبعا لا هترجعه على السياس ولا هترجعه في أي مكان بس إنه التغييرات حلوة سولوا بف صغير على الدبلو حقته قلوا الكولداون حقها زودوا الرينج حقها ونقصوا السايلنت دوريشن بس زودوا الاريا حقه وكان عليها بق وصلحوا بسيط ما رأيي تأثير على الجيم جينكس كلنا عارفين جينكس دحين توب تير اي دي سي يمكن أحسن اي دي سي في الجيم مبدئيا ومرة سهل تلعبها كله حتاشت يسوي توقف تسوي راية كليك وتكتر الناس كلها من يوم ما تشتري هوريكين وآي اي انتهى الجيم المفروض كانوا يسووا لها نيرف عظيم في الباتش هذا ما سووا لها نيرف عظيم عشان نزلوا لها السكن الجديد حقه عارفين يا شباب يدتوا راية عليها محركات صراحة ان احيانا ترفع الضغط لما يكون فيه تشامبيين مضروب أو بي يسوي بوف لتشامبيين عشان بينزلوا له سكن السار غالديان سكن عشان الناس كلها تشتري بعدين يقوموا نسوي النيرف فاتوقع هذا اول نيرف مرة بسيطة النيرف هذا ما هيأثر في الجيم براية حقه بس حتينصقع كم نيرف في الباتشين الجاية ان شاء الله هيخرجوها من الجيم او مو هيخرجوها هيخلوها بالاس في كل الحالات النيرف البسيطة اللي جاء على الاي الاي احتماق كبير على مجموعة كبيرة منكم ما كانت تعرف انه لما احد ينسقع بالاي الاي تسوي دامج ترى الاي تسوي دامج نرفوها من تمانين في بداية تلاتمين نهاية تلاتمين لسبعين مئتين وسبعين وزودوا المانا كوست حقها خلوها سبعين ده حين يعني اذا تبغى اذا تجلس في اللين تستخدم الجوبونت يعني اللي هو الكيو حقها طول الوقت لازم تنتبه من اللي ما تستخدمها كثير وبعد كده انه لو اخدت ضربة من الوحدة من اليس حقتها ما تاخدها من التلاتم يعني اول كان لو سقعت في الاولة تضرب لو سقعت في التاني تنضرب لو سقعت في التالي تنضرب ده حين لا خلص اذا انضربت من واحدة ما تنضرب في التاني هذا ما هيأثر عليها في القيم حاليا لسه ما زالت اه تاوب تير اي دي سي تاخدها وما تشيلهم وتفجر بيها واستفيد منها استغل لها قبل ما يسووا لها نعرف لانه جايها نعرف اكيد يا شباب بعد كده نونو وهذا التعديلات وهذا اللي هو اكل تعديلات عجيبة صراحة عليمة غريبة اه نقدر نقول ريميك صغير غيروا فيه كم حركة وخلوها خلوها ريميك انا ما ادري صراحة ايش تأثر فيه في القيم نهائيا لانه ما عمرهم سووا حاجة قبل زي كده بالطريقة هذي قبل كده وصراحة الفكرة حقتها حلوة نبغى نشوفها طبعا نونو اه اللي ما كان يعاب نونو وما كان يعرفه زي الناس نونو كان the best counter jungle جنجل كان يتلعب support كان يتلعب top ما كان يتلعب مت كتير بس عامة المين رول حقه كان جنجل وميز وتاخده عشان تي counter jungle عشان تجلس في الجنجل حق حق الانمي وتجلس تاخدله في حاجاته طول الوقت عشان عنده كان الفيست لانه كان عنده smite حقته غير smite الفيست الفيست كإنها smite تانية فالتاك كانت ترطي أدفانتج على أي أحد في الجنغل في كل حالات تتكلم عن التغييرات أول شيء سوولوا زودوا الاتاك دامج حقه هذا البيس اتاك دامج بعدين زودوا الاتاك دامج جروث كل الليفل اللي كان يزيد اتاك دامج ثلاثة فاصل أربعة خمسة لحين أربعة هذا معناها بفات على الـ AD حقه هذا معناها بفات على الكلير حق الجنغل باث حقه على الجنغل حقه لأنه في الجنغل كل اللي يحتاج يسويه يضروب اوتاكس بزودوا امكانياته في الكلير بعد كده حنتكلم عن هذا اغيروا حقه في حاجة اسمها فيجنري هذا البف فيه ايش الفجنري فكرونا عام خلينا نشوف عشان نفتكر مع بعض لان ننسيت ايش الو الويكي نونو الفجنري الجديد الفجنري الجديد نونو's next ability has no cost after he lands 5 basic attacks نونو starts the game with 5 stacks and is granted 5 stacks upon recalling اوكي ام بكل بساطة اه نونو اول ما يبدأ اي اول عبليتي يستخدمها ببلاش بعدين بعد كل خمسة اوتو اتاكس العبليتي الخامسة اه مش اسمه بعد كل اه خمسة اوتو اتاكس يدري يسوي عبليتي ببلاش هذا معناها معناه مرة كثير ويوفر معناته يقدر يسوي زيادة بعدين غيروا حقه هذا اللي يسوي فيها من الكل داون حقها قللوها من 13 9 ل 12 8 وبعدين اه ان شاء له منها ال ال الموتو الجديد الكديم وعدلوا عليها تعديل اشياء يقول لك كل مونستر ياكلوا طبعا معناها الكبير معناها الكبير او اللي هو معناها الدراغن ولا البارن لما يسوي عليه الكيو حيجي له ستاك ستاك اسمه الفت طبعا عند الحين صار يجوع ويشبع لو هو جيعان لو هو شبعان كل ستاك يكون عنده حتزيد حقه عشرة طبعا وكمان يزيد ثلاثة في المية ماكسيم فخمسة ستاكات فلو كان عنده خمسة ستاكات حيصير عنده خمسين في المية موفمت سبيد بره وحيصير عنده خمسة ستاك رفل مية زيادا طبعا وكل خمسة وخمسين ثانية ستين ثانية سبين ثانية انقص فهو لازم طول الوقت اجلس ياكل اجلس ياكل اجلس ياكل لو جاع صارت صفر ما عنده ستاكات حيقل حقه وحيزيد على حقته الدبل فهذا معناه انه انه انت لازم طول الوقت انت وهذا اول مرة يسوي حاجة زي كده في القيم يا شباب طبعا مرة غريبة الشي العظيم هذا وشكله حيكون فل بس هذا يعني هذا معناه بيقولك لازم انت لازم انت طول الوقت اقل شي حقتك بس الخمسة حقتك حتي يعطيك مو طبيعية فحيكون عنده روم مرة سريع وفي نفس الوقت حيزود الحقك فحيكون مرة تانك طبعا التعديلة هذي ما تفيده نهائيا اذا كان نونو كانت لعب هذا هذي ما يقدر يستفيد منها فهو كده بيقولوا لك مستحيل تلعب لانه لو بتلعب نونو ما تقدر انك تخلي واذا بتلعب ما تقدر تخليه فما ما عد في يتلعب لين بس يتلعب في جنجل بعد كده سواله بف مرة كبير على التعليم اول كانت اياح جول التعليم تصير 50% فس من بدات التعليم لنهايتها تحين كل ما تصرف وقت زيادة جول التعليم كل ما يزيد السلوء عليك فيوصل من 50% إلى 95% واول كان في عليها كاس تايم اول ما يشغل هاي الشباب كده يسوي كاس بعدين تشتغل على طول تشتغل فممكن وانت واقف محل تشغل التعليم على طول تشتغل وكل ما طولت بالالت خليت اشغال كل ما يزيد تنقص يزيد السلوء على ال على الواضي ما اللي قدامك الكيو هذا شكل فلا يا شباب انا احتمال كبير بجرب وشوف الجيم بكل الحالات بعد كده تالية تالية زي ما شايفين عد عد فجروها طلعوها من الجيم نهائيا نزلوا سووا عليها دي بف مطبيعي ده حين بدوا يحاولوا يرجعوا حب حب في الجيم عشان يشوفوا بل هي مشكلة تالية كل ما سووا لها بف كل ما سار كل ما سووا لها بسيط كل ما خرجوها من الجيم فريود حاليا حيسين فينهم يحاولوا يرجعوها الوضع الطبيعي اللي هي كانت فيه في كل الحالات سوى لها بف على خلوه من ستة لسبعة وبعد وغيروا ما يهمنا الكيو هي اللي عدلوا عليها تعديلة شوية فاكل لانه كيو الباتش مو اللي فات اللي قبله سوي عليها نيرف كانت اول تضرب المينز مية في المية خلوها تضرب المينز خمسين في المية عشان ما يقرد لانه باتين فايش سوي الكيو نقص الكل ده ونحقه من عشرة اربعة لتمانية ثلاثة وخلو الورك راون ديوريشن فاكلين شاء لما نسوي كيو الارض يصير فيها زي الدويرة الدويرة هذي لما توقف فوقها يجي لها موفمين سبيت وبرضه في نفس الوقت اذا اذا فاكل الكيو الكيو سي دي يقل عليها على الدويرة هذيك طبعا نشوف نهاية تلاتة ثوانيل هذا من دون فلو عندها سي دي ار هديقر يستخدم الكيو وربعة فبوف صغير لسه ما تغير لو الكيو على المينيون ما زالت تطرب خمسين في المية بس انه تقرى تسوي ها سبام ده حين تسوي كيو والكيو التاني تقرى تسوي ما ما اظن حيرجيح الجيم ما حنشوفها في ال سي اس خلاص حينتهي السنة يعني فما اظن حتشوفها نيعين في ال سي اس بس انه بس انه اللي 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 العبوها مين زي الاخر العظيم مزدد عندنا حيرجع بعد كده بلاديمير بلاديمير سقعو بفات بعدين سقعو نرفات بعدين رجعو بفات مرة ثانية في كل حالات البفات هذي باتجاه بلاديمير اللي هو اي بي عساني بيرجعو في الجيم هو اي بي سوى لها بف من سوري رجعو الهيل حقها يعني بس اذا رحت مو اذا رحت تانكي اذا رحت اي بي هما بيقلو لك ابني تانكي ابني اي بي لا تبني تانكي الهيل ريش يزودو من خمستاش بفو بوينت خمستاش اللي حقته او البار حقه اللي تحته لما نتعب البار يصير احمر لو سويت بعد ما يبدأ يخلص لو استخدمت حاجي لك هيل مرة كبير لو ضربت على اي جيك مية في المية في هيل اذا ضربت على منية اي جيك خمسين في هيل بعد احين كمان نقصو خلو خمسة وثلاثين في المية يعني الكيو استخدمها على لا تستخدمها على منية بقد ما تقدر اوكي بعد كده ماكسيمم ريشيو ماكسيمم هلث ماكسيمم بوينت سيكس وبعدين نقصو الهلث اللي تاخدو ماكسيمم هلث ماكسيمم ريشيو خليه زي ما هي الماكسيمم فهذي ايش هاد بفول نرفي بوينت سيكس ماكسيمم هلث بلاس وان باور مسار وستين ونقصو المسار برضو زي ما قلنا زودوا الماكسيمم حقه على اساس يصوي دامج سيادة لو بنيت المسار كان اول انتعرف لما نسوي الدبليو الدبليو ما هي دائرة القديم كان يسوي دائرة كان يسوي يضرب كل اللي حوله ده حين لا يضرب زي الاسهم ولا بس الاسهم كان ممكن الناس توقف في النص بينها وما ينصقي بيها فزودوا العرض حقها وقللوها من عشرين سهم لخمستاشر سهم هذا معناه يعني الدائرة زادت اكبر حبتين وما تغيروا لشي بس ابنوا بيقول لك ابني فاللي حيبني حيستفيد منه زيادة وسولوا نيرف سولوا نيرف للتانكي للتانكي هذا للتانكي ايش اسمو للتانكي ما يبوك تبني تانكي يبوك تبني يوريك من يوم ما نزلو زي ما قلنا يا شباب ما هم عارفين هما يبو ما هم عارفين مو ما هم عارفين اشي يبو يسويوا الشامبيون معروف بيلعب سبلت بوشر اه يمسك يمسك واحد السادلين اللي هو يلعب فيه توب ويلي يسوي يبوش للنعلة او يجهزوا يحط الالتي حقاته بعدين يروح مع التيم ففي لو محدد مع القيم صراحة صار يخلى القيم شوي غريب يعني يوريك من الناس اللي وان في وان كينو جزو ناسس وجزو جزو شن اظن عشان نسبليت بوش فقر الحالة التغييرات اللي سوها ايش يعني اول كان احيانا كان يبقبق ياريك وانت ماشي ارسلت ام الالتي حقتك وبعدين مشيت وبعدين سويت تي بي نزلت على تحت تلاقي الالتي جات معك ده حين خلوها خلاص واضحة تعرف متى الالتي يجي معاك وتعرف متى الالتي ما يجي معاك لم لما ارسلتها الحالة اللي هي الالتي حقتك اللي هي اللي اسموها الميديان والمستووكر والهم الصغار العال ارسلتهم وبيمشوا قدامك مش وراك وتسوي تي بي ما حيجوا معك بس اذا انت كنت قدامهم وبتمشي وهم بيمشوا وراك بيلحقوك انت لو سويت تي بي حيجوا معك فانتبه مننا اشيالات هذه بعد كده ثريش هول فور سومن غريف ست تفور ون هاور ابس هذا هذا على الثريز انا ما يهمنا او سوري على الارا الباسف ما تقدر نزل اكتر من اربعة ما يهمنا يوريك حقته يا شباب كانت لما ترميها بعيد الرينج حقها ايش يسوي يوريك يمشي بعدين يحطها ده حين لا ده حين اذا سويت بعيد بره حقها حيحطها في اعلى عندك من دون ما يمشي عشان ما يغلطوا وصاروا يصليح هو بدل ما يمشي الحقك يروح يضربها بعيد لا خلاص يحطها في اعلى رينج يقدر يوصل هذي 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 كانت تشسم وتضرب البينيونز ده حين ما تضرب البينيونز بس المعصر بعد كده كوغمو كلنا عارفين الريورك العظيم اللي سووا على كوغمو الثانية ده حين بدوا يطالعوا فيه ويحاول يرجعوا في البيين فالدبليو حقتها سووا شكلها فل غيروا الشكل حق ال بس كلها ما في اي شي حاليا بعد كده شيفانا صار شكلها غيروا شكلها حقتها بس البارون ما ما هو تغيير كان يطلع الديل حقه من تحت الارض لو في احد ان صقع كان يصير له نكب ثانية واحدة صار بدل ما يصير له نكب ثانية يصير له نكب فاصلة ثلاثة ثلاثة جزء من الثانية اه ما يهمنا هذا اللي يمكن تغيير يمكن كثير ما حيلحظوها ويمكن كثير حيلحظوها المفروض اللي يعرف يسوي ويسوي كثير حيلحظ الفرق هذي ايش صار اول ايش كان فجأة كده بتدي وبعدين تجي اللي بعدها وتحرك تيمين ولا يسار خلاص انت شايف ها بتنطرق قام ما ضرب هذي عدلوها شوية صار اذا 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 سويت الحركة اللي هي تكنسل الاوتو اتاك قبل ما الاوتو اتاك بتنطلق بجزء فاصلة ثلاثة من الثانية ما هتتكنسل الاوتو اتاك فهذا معناه هتقل الاوتو اتاك وهذا معناه اذا انت حاب تكنسل لازم تكنسل قبل شوية عن الوضع اللي انت كنت بتاك طبعا انا زي مقتل لكم هذا في ناس كتير ما حيفرق معهم اه بالزات ال ما ما بقول لو هاي هاي شباب هنا الناس اللي اللي اعتمد على اتاك بزات ال هي بان معهم الكلام هذا بشكل واسل بعد كده ما تهمنا وحينزل ستار كارديان سكنز يا عيال وبكل لبصات اه ازوني كده خلصنا باشنوت 6.20 شباب الله اعطكم عافية ونشوفكم ان شاء الله في الباشنوت سجي اشتركوا في القناة